ده بريم البطل بتاع فيلمنا اما ديفا بتكون باريا وفيلمنا بيبدأوا بيلاقيه مغني وعنده فرقة موسيقية وعمال بيرقص وبيقدم الحفلة بتاعته وبعدها بيعرف الحضور انه بيحبوا واحدة اسمها نيشا وقريب جدا هيتجوزها وكلهم بيكونوا مبسوطين بكلامه والتاني يوم بنلاقيه جاهز ومستني حبيبته ترجع من السفر وفي الوقت ده بتظهر باريا واخته وجوزها بيفتكروها نيشا وبيرحبوا بيها ومحدش ميديها فرصة تعرفهم هي مين ولما بيقدموا لها الاكل بتقول فرصة استغلهم وبعدين عرفهم الحقيقة وساعتها بريم بيشوفها وبيتفاجئ انها واحدة نصابة وبيروح يمسكها وبيكون فاكرها بتخطف الاطفال لحد ما بتوصل مونة جاريتهم وبتقول لهم دي باريا بنت عمتي وشافت البيت مقفول فجاءت تسأل عليها وبعدها نيشا بتكلم بريم في التليفون وبتقول له هرجع بعد شهرين وفي نفس الوقت بريم بتحكي لمونة انها بتدور على شغل لانه امها عايزة تجوزها ومحتاجة تحضر التزامات الفرح وتاني يوم بتروح لبيت بريم وبتكلم امها في التليفون وبتطمن عليها ووقتها بتعرفه انها بتحب الكلاب وهو بيستغرب كلامها وبيتريق عليها فبتتخانق معاه وبتكون زعلانة منه وبعد فترة بريم بيجاهز اغنية جديدة مع فرقته ووقتها بريم بتدخل المكان وهو بيفضل يعكس فيها وكأنه بيغني علشانها الكلام لحد ما اخده بتوف قدامه وساعتها بتاخدها وتمشي وبعدها بيعرف من مونة ان بريم بتدور على شغل فبيوقف اتصور الافراح اللي هو بيغني فيها ومع مرور الايام بيروح لها البيت وبيكون جايب لها هدية عبارة عن كلب وهي بتفرح ومبسوطة جدا بيه وبعدها بتسأله ازاي قابلت نيشا فبيقول لها في يوم كنا مع بعض واعترفت لها اني بحبها وعايزة تجوزها وهي ما بتكونش مسدقة ومحتاجة اثبات على كلامي فقولت لها لو بستك هخلي المطر ينزل وفعلا بستها والدنيا بتمطر بسرعة وهي فرحانة وبتوافق عليها لكن فجأة بيقف المطر واسحابه بيقولوله خزان المياه خلص وساعتها بيعمل عبيت واللكنين بيفضلوا يتحكوا ووقتها بيقضوها رأس وأغاني وكل واحد بيقرب من التاني وبيفضلوا متجمعين ولما بنرجع للوقت الحاضر بريا بتقوله نيشا محظوظة بحبك لها وهو بيتمنى ترجع له علشان يتجوزها وبعد مرور فترة بيوصل للبيت وبيكون فاضي وبيلاقيهم عاملين له مفاجأة وبيكتشف اني نيشا موجودة قدامه وهو بيكون فرحان جدا ومش مصدق عينيه وبتطلب منه تتكلم معاه في موضوع مهم لكن دايما بيقطعها وبيلبسها خاتم الخطوبة في ايديها وكل العيلة بيبركوا ليهم ولما الكهن بيوصلوا وبيعرف انهم ارتبطوا بيقول لهم مستحيل تتجوزوا لان ابرادكم مش متوافقة فبيضربوا وبيفضل يتريع على كلامه وتاني يوم بيعملوا مراسم الزفاف وبريم بيكون في المكان ومستعد للجواز والوقت بيتأخر والعروسة لسه موصلتش والمعازين بدأوا يستغربوا جدا وقتها بيجي لهم رسالة من نيشا وبيعرفوا انها رفض الجواز من بريم وهو بيكون مصدوم وحاسس ان احلامه تحولت لكابوس وصعبانا نفسه عليه ومش فاهم ايه اللي بيحصل وفي الوقت ده بيروح لها البيت بتاعها وبيلاقيها عملة بتعيط وبيسألها ليه بقتيني وإيه اللي ناقصني علشان تسيبيني وساعتها بتاخده للقوضة وبيشوف اخوها مريض بالسرطان وبيعرف انه في مرحلة متقدمة وعلاجه مكلف جدا فبيروح يهون عليه وبيقوله انت بطل وكلنا جنبك ووقتها بنلاقي نيشا بتتأسف له لانها هتتجوز واحد غني دموعه لانه بيحبها وبيلومها علشان معرفتهش الحقيقة من زمان وساعتها هم اللي اتنين بيعيطه وبيكونوا زعلانين ولما بيرجع بيقابل الكاهن وبيقوله كان معاك حق لما قلت الجوازة مش هتتم ومع مرور الايام برين بيذكر مع صاحبه تايجر واهم حاجة في حياته الخمرة وبيحاول ينسى نيشا باي طريقة وعايز يمحيها من ذكرته ودايما بيرجع البيت فقد الوعي وكل لتصرفاته غريبة ومش قادر يستوعبها واخته متضايقة جدا ومش عارفة تساعده ازاي وبعد فترة بيعملوا حفلة وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا وبيحاولوا يخرجوا من الحالة النفسية اللي عايش فيها وبيريا رافضة تديله ازاست الخمرة ووقتها بتوقعها على الارض وبتفضل تعيط علشان زعل عقلها وبتقوله فكر فايلتك لانهم زعلانين عليك وهو بيسألها انتي مين علشان تنصحيني فبتقوله خلاص اسكر وموت نفسك ومحدش هيمنعك وتاني يوم بيبدأ يحس بغلطه والعيلة بتشوفه سرحان وشكله بيحب باريا وبعدها بيروح لها البيت لان الحنفية مكسورة وبيخلع هدومه علشان يوقف المية وبيربطها كويس ولما بتحاول تنشف جسمه هو بيبصلها بنظرة حب واعجاب واول ما بيخرج بيقابل صاحبه طايجر وبيعرفه انه بدأ يحب باريا حتى الكاهن بيبرك الجوازة والابراج بتاعتهم بتكون متوافقة مع بعض وتاني يوم بيقابل باريا في كافيه وبيقول لها انه حب واحدة تانية وبيحاول يلمح لها انها البنت اللي عينوا عليها لكن ما بتاخدش بالها من كلامه وما بتكونش مهتمية وبعدها بتسيبه وتمشي ومع مرور الايام بريم بيكون مع صاحبه في البيت وباريا بتدخل عليهم وبتديهم دعوة لحضور مناسبة وهم فاكرين انها اخطبتها على بريم لكن اول ما بيقروها بيكتشفوا ان العريس واحد اسمه راهول وده بيخلي بريم مصدوم جدا وصعبانا نفسه عليه وكل ما بيحبه واحدة بتسيبه وباريا بتتعامل معه بتلقائية وهو بيحاول يباني انه عادي وبيداري زعله وفي الوقت ده بيوصل راهول خطبها للمكان وهو وبريم بيتعرفوا على بعض وبعدها بييجي معاد الخطوبة وبريم واقف ومتدايق لان حبيبته ضعت ومش راجعة وساعتها بتلبس الدبلة قدام عينيه وراهول بيطلب منه يغني لهم بمناسبة الخطوبة وهو بيسمع كلامه وبيحاول على قد ما يقدر يبان طبيعي وما يبانش عليه مظاهرة زعل والحزن وعمال بيفتكر في كل المواقف اللي حصلت بينهم في الماضي وبيستسلم للامر الواقع وتاني يوم اخته وجوزها بيهونه عليه علشان ما يزعلش ان كل ما بيحبه واحدة بتسيبه ومن ناحية تانية بريم بتقابل راهول وبتطلب يشتري معاها التزامات الفرح لكن بيقول لها مشغول وعنده اجتماع مهم فبتكرر تروح لبريم وبتعرض عليه يخرج معاها وفعلا بيوصلوا المول وبيختاروا كل حاجة هي عايزاها وهناك بيشوف جتار عبارة عن دهب وبيعجبوا جدا لكن بيكون سعره غالي وبيسيبه وبريا بتسأله فين البنت اللي كنت بتحبها فبيقول لها للأسف تلعت مخطوبة وساعتها بيمسك المراية وبيعرفها انه عايز واحدة زيها بالزبط وتاني يوم مونة بتطلب منهم يمثلوا مراسم الزفاف لانها بتعمل بروفا لجلسة تصوير عندها وفعلا بيحضروا التقوس وبيكونوا مستعدين ولما بيلفوا حوالين الشمعة والنار بيدخل راهول عليهم وبيكون متفاجئ جدا ومستغرب ومش فاهم اللي بيحصل لحد ما مونة بتعرفوا كل حاجة وهو بيتأسف ليهم وكمان بيأزمهم على حفلة ولما بيجي الليل وبيكونوا مع بعض بريا بتطلب من بريم ما يشربش خمرة علشان ما يسكرش ووقتها مونة بتاخده وبتفضل ترقص معاه وبيريا متضايقة وهي شايفاهم وشكلها بدأت تغير عليه وبتفضل تشرب خمرة علشان زعلانها وتاني يوم مونة بتقولها انت بتحب بريم وكنت غيرانة اول ما شفتيني برقص معاه وعايزها تبص لنفسها وما تضيعش حبيبها من ايديها وهي بتفضل تفكر في كلامها وسرحانة في كل ذكراتها مع بريم وبين عليها وقعت في حبه وبعد يومين بتروح المول وبتشتري الجتار اللي كان عاجبه وبعدها بتقابله وبتسأله ليه بتحاول تتهرب مني فبيقول لها بشتغل علشان يكون معايا فلوس وبيعرفها انها مادية وهتتجوز رهول علشان غني فبتتدايق من كلامه وبتديله الهداية وبعدها بتسيبه وتمشي وهو بيفتحها وبيلاقي الجتار وبيكون متفاجئ جدا وبيروح يقعد مع صاحبه طايجر وبيحاول يقنعه يتمسك بحبه وما يتخلاش عنه بسهولة وفي نفس الوقت بريا واقفة قدام المراية وبتتمرن على لقب حبيبها وبتلاقي ان اسم بريم افضل من رهول وساقاتها بريم بيوصلها وبيكون شايفها وبيفتكر انها بتكلم رهول وفرحانة جدا معاه فكالعادة بيتدايق وحاسس ان حظه وحش في كل حاجة بيعملها وبعدها بيرجع لطايجر وبيحكي له كل اللي حصل ووقتها بيلقوا رهول قدامهم ومعاه شوية بنات وبيعرفوا انه بيخون بريا وكل يوم مع واحدة شكل وبيقول لهم ما تعرفوش خطبتي الحقيقة بتاعتي وتاني يوم بريم بيفتح الباب وبيلاقي نيشة قدامه وبيكتشف انها ما تجوزتش وعرسها خطب بنت تانية وهو بيقول لها انا حبيت بريا وللأسف سبتني زيك وتخطبت لواحد اسمه رهول وساعتها بتطلب منه ويرجعوا البعض من تاني لكن بيرفض لانه مش هيقدر ينسى حبه لبريا وبيتفقوا يكونوا صحاب ووقتها بريا بتوصل وبتشوف كل حاجة بعنيها وبتتدايق وبترجع لرهول وبتطلب منه يتجوزه في اسرع وقت ممكن وهو بيكون موافق وبعدها بتحكي لصحبتها مونة ان بريا ونيشة رجعوا البعض وبتحضر شنطتها علشان تسافر مع رهول وبتطلب منها تروح لحبيبها تايجر علشان ما يدعش من ايديها زي ما حصل معاها وبعدها بنروح لبريم وصحبه وكالعادة بيشربوا خمرة ومونة بتوصل لهم وبتعترف لطايجر انها بتحبه وهو بيكون فرحان جدا ووقتها بتبرك لبريم لانه رجع لنيشة وبتقول له بريا رحت لك البيت علشان تعترف لك بحبها لكن شافتك بتحضر نيشة وبريم بيكون متفاجئ لانها فهمته غلط وبيركب العربية بسرعة وعايز يلحقها قبل ما تسافر وبريا وخطبها بيحجزوا التذاكر بتاعتهم وبالصدفة رهول بيقابل نيشة في الطيارة وبنكتشف انه كان خطبها اللي سابت بريم علشانه وبتشكره لانه ساعدها في علاج اخوها وبعدها بيعرفها على خطبته وبتتفاجئ انها بريا وبتقول لها رهول رفض يرجع لي لانه بيحب واحدة تانية وبتكون مصدومة جدا ومش عارفة تتصرف ازاي ووقتها بريم وصحبه بيوصلوا المطار وبيحجزوا تذاكر السفر معاهم وفعلا الطيارة بتتحرك وكلهم بيكونوا موجودين في نفس المكان مع بعض وهو بيفضل يغني ليها وبريا بتتفاجئ اول ما بتشوفه قدامها ورهول بياخد باله وبيفهم اللي بيحصل وكل واحد فيهم بيبص للتاني وصعبانا نفسه عليه ورهول بيقول لها تسيبه وتروح لبريم وساعتها بتسمع كلامه وبيرجعه لبعض وبيتجمعه علشان يبدأوا حياتهم من اول وجديد ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوتها وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد